بشكل عام خلنا نتفق أنه الفواكه والحبوب والخضر مفيدة جدا بس شلون تنزل الضغط؟ وهل فعلا تنزل الضغط؟ نعم هناك فواكه وحمضيات ممكن أن تنزل الضغط وهذه دراسات مثبتة زين على أي أساس هذه الفواكه والخضروات تنزل الضغط؟ على ثلاثة أسس أول أساس هو كمية البوتاسيوم الموجود بالفاكهة أو الخضروات ثانية فلافينويتس ثالثة بوليفينول هذن الشغلات خلوهن على جنب خليني جي على كمية البوتاسيوم اللي موجودة أول فاكه اللي هي الحمضيات تتناول 500 ملي أي ما يقارض نص لتر باليوم يخفض من ضغط الدم 5% زيني ها نوع من الحمضيات هو أفضل نوع بتخفيض ضغط الدم لقريفروت لقوا أنه الرمان بخاصية يوسع الشرايين ويخفض الضغط بنسبة 7% والثوم أيضا مفيد جدا لقوا أنه الثوم إلى خاصية بالإضافة لفوائده الأخرى وأنه يوسع الشرايين فيقلل الضغط زيني شون واحد يأخذ الثوم؟ هل أنه ثوم عاية عادية إذا أكلتها رح تخفض الضغط؟ لا أول شيء أكو حبه ببيعها والصيدليات ممكن أيضا تساعد الزيوت أو زيت الثوم ممكن أيضا يساعد في تخفيض الضغط الثوم ممكن أيضا تساعد في تخفيض الضغط تساعد في تخفيض الضغط